بينما دماء ضحايا مجزرة الطحين لم تجف بعد في شمال غزة يرتكب العدوان الصهيوني مجزرة أخرى بحق نازحين في الجنوب وتحديداً في خان يونس ما أسفر عن استشهاد أربعة وجرح ثمانية آخرين وبذلك يبلغ عدد الشهداء خلال أقل من 24 ساعة 193 شهيداً وقرابة 900 جريح وفقاً لصحة غزة تستمر مجازر العدوان الصهيوني على سكان قطاع غزة والموقف الإقليمي والدولي يراوح بين العجز والمراقبة هي أبشع حرب إبادة يشهدها العالم منذ عقود والأسوأ على الأرض والإنسان والحيوان منذ هوريشيما ونقازاكي بل قد تجاوزتها بينما العالم يقف عاجزاً عن اتخاذ إجراءات حقيقية لإيقاف شلال الدم المستمر منذ خمسة أشهر الأمم المتحدة وعبر متحدثيها يومياً تؤكد أن الاحتلال يقوم بجرائم حرب وإبادة وتدمير كلي بشكل يعقد ظروف الحياة في قطاع غزة حيث تجاوز عدد الشهداء حتى اليوم 30 ألفاً ومئتي شهيد وزاد الجرحى عن 70 ألفاً أكثر من نصفهم نساء وأطفال منظمة الصحة العالمية قالت في آخر تقاريرها إن جميع شرايين الحياة في غزة انقطعت بشكل أو بآخر وذلك يعني أن مئات الآلاف معرضون للإبادة بمختلف أشكال العدوان بدءاً بالقصف والتدمير مروراً بالحصار الشامل ليتحول الوضع إلى إعدام جماعي بالمجاعة ترجمة نانسي قنقر